في هذه القرية يمتلك الأهالي منازلهم الخاصة لكنهم غير قادرين على السكن فيها فبعد أربع سنوات من النزوح في مناطق بعيدة عادوا ليجدوا منازلهم وقد طمرتها الرمال وغطت مداخلها نحن منذ أربع سنوات والقرية تعاني من الكثبان الرملي الذي دفن أكثر من مائة منزل ومائة منزل أخرى مهددة بالدفن أدت المعارك التي دارت في قرية الشاذلية عزلة الزهاري شرق المخى التابعة لتعز إلى نزوح الأهالي كما أجبرت ميليشيا الحوثي من تبقى منهم على المغادرة لتحتل الرمال مساحات القرية بالكامل كانت الناس قبل كذا تعمل معالجات يجيبوا حراظات صغيرة يلفوا الأطربة ومنهم من يتساعدوا كل واحد ساعد جاروا ليشو الأطربة أقتل ميليشيا الحوثي قبل أربع سنوات حقرت بعض من الأهالي القرية أكثر من مائة منزل دفن بين الرمال ولم يجد أصحابها ما يكفي لرفع الكثبان فاختاروا السكن جوارها وتحت الأشجار القريبة ويواجهون مشكلة أخرى حيث زرعت ميليشيا الحوثي عشرات الألغام في المنطقة تم التخلص من بعضها وتبقى منها الكثير ينتظر المواطنون تدخل السلطات المحلية ورفع الكثبان التي تغطي منازلهم واستئناف الأعمال التي توقفت بعد أيام فقط من بدئها دون معرفة الأسباب